والزمالك بيجيب فلوس الصفاقات منين؟ الزمالك في الفترة الأخيرة عنده مصدرين مهمين جداً يتعاملوا أولاً في لجنة للسسمار يجيب فلوس منين؟ من بعضهم على فكرة فيه 3-4 رجال أعمال دلوقتي هم المجمعين المبالغ اللي بيجمعوا بها اللي بيجيبوا فيها الصفاقات دلوقتي ورجال أعمال عاشقين للزمالك معروفين؟ أه طبعاً فيهم ناس معروفة أسماء معلنة؟ أه طبعاً فيهم ناس معروفة بالاسم وفي ناس مستخبية يعني مش عايز تعلن أسماء يعني فيه شخص مش عايز يعلن اسمه خلص طبعاً وموجود الأستود مامدو حباس موجود الأستود زيها مصدر هاني بيرزي ودره عيدو مجلس دارة كابتن حسين السيد بيدفع مجهود الكابتن أحمد سليمان عشان بس فيه ناس بتدفع فيه ناس بتدفع كابتن حسين لبيب الأسماء كلها بتشتغل كمجموعة في الفترة وفيه اسم ما حدش عارفه أه انت عارفه؟ أه مين؟ مش عايز يقول على اسمه ومجلس عايز لا هو اسم رجل عمال كبير الاسم التاني من اسمه إيه؟ الاسمه كذا حاجة كذا أنا لو قلت الاسم لا التاني التاني هو أنا عارفه باسم واحد والله طب قولي التالت حرف رابح حرف لام لا لا كان مجاد هو مين بقى دي فزورة دي فزورة طب قولي حرفه كمان انت عاسمه كنتش بتعمل كده آخر حرفين لام وألف طيب لام وألف آه يعني لام ألف إيه؟ لام ألف لام طيب بلاش هلعتل؟ لا طبعا لعتل؟ لا 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 أما المين ألف لام لعتل كده كده كان بيساعد جدا مش تقولي آخر اسمه ألف لام مين ألف لام ما خلاص ما احنا كده قلناه مش عين فعصد مع أنا والله يعني أنا آسف أنا أخد بالك أنا أخبرش عنك حاجة لا مش عايش أنت أخبر علي أنه أنا عايشت جمهوريّة زي ما مع شمهوري زي ما يعني هوiums يعني هو الرجل نفسه رافض آه أنا حاشت إنك عايشت تقول حاشت أنا كل من رؤهم لبطانيا حاشت إي انت عايشت تقول بس أنا أنا مش يعني هو نفسه أنا محترمgewEE أنا أخد بالك مش قاعد معاهم وعارف مين هو ومينهم ولا لأ، ده أنا معلوماتي الشخصية وحاجة خاصة بي أنا يعني في ناس كتير زي ملكوية عارفينه طبعاً عادلتاً إحنا في شهرانتنا الأعلامية دي لما منيقول أنت راجل الوقت بتشتغل يعني أنت راجل الأعلام من الوقت فعندنا معلومة من أولها وخلاص أدم مش منه هو الجمال مين؟ الجمال الجمال؟ أعم هو اللي بيتبارن الزمان؟ هايل هايلة كبتال أي خيطة بتعبتني ليه كل هذا؟ أنا مش عايز أقول أصلي بس اللي هنا أنا محترم أنه مش عايز يقول أصلي فدول اتلم مبلغ كبير جداً لا يقل عن 4 مليون دولار الفترة الأخيرة جهزوا نفسيهم لجنة الأساسمار طبعاً لجنة محمد التريب الأسماق اللي موجودة في لجنة الأساسمار وديم علنة بالنسبة معهم طبعاً بيت العادل معهم الكابتن مستر عمر جنيني معهم الأسماق دي كلها جمعوا رقم بلق كويس جداً لسه النهاردة في مليون دولار متجمع تاني من المبلغ ده كله وهم اللي بيدعموا هم اللي بيحاولوا أنه هم يدعموا الصفقات في يناير عشانه هم برضو عارفين خد بالك أنت دخل على السوبر الأفريقي وماتش أهله زمالك وطبعاً الكنج في الموضوع وبصراحة الاسمام ده حباس يعني الرجل بصراحة آخر أسبوع ده يعني أعلنها رسمي أن أنا أي حاجة عايزة أنت زمالك في الفترة دي في صفقات وطبعاً